موسيقى شلون النمي المرونة طبعا في كذا شغلة تساعدنا على النمي المرونة ومن أهم الأشياء هي إذا الواحد ما عنده أو تهديب النفس في مجاله اليومي أو في رياضته صعب الواحد يلتزم ويوصل المستوى اللي يبيه ثاني شيء هو التصور التصور وايد مهم حقي أنا التصور في رياضتي أو في سباقاتي اللي أنا رح أتسابق فيها شيء وايد مهم لأنها هي سباقات طويلة من ساعة إلى بعض مرات أربع ساعات فأتخيل نفسي وأنا أتسابق قبل سباق طبعا من البداية للنهاية إذا واجهتني أي صعوبة أنا من أول متخيلة نفسي وإن أتحدى هذه العقبات ثالث شيء اللي هو تحديد الأهداف إذا من غير goal والمن غير target أنت قاعدة تتمرن نيلة أو قاعدة تسوين في مجال عملك صعب الواحد يصير مثلاً discipline مجالي أنا لازم مثلاً أقعد الساعة خمسة الفيرين أتمرن إذا كانت جو حار أو الوقت المحدد لي إن هذه الفترة من غير target خليني مثلاً أروح وأتمرن في هذا الوقت رابع شغلة اللي هي تسئلين نفسك ليش You ask yourself why ليش أنا قاعد أمارس هذا إنه بس أستانس ولا إنه أبي أوصل مستوى معين في رياضي أو في مجال عملي فهذا الشيء وايد مهم إن الواحد يكون مرن وآخر شغلة أو آخر point هي المجموعة الدعمة أو support group طبعاً support group شيء وايد مهم وهم اللي رح يشجعونك في مجالك إن كان إذا عندتش مثلاً bad day ولا good day وهم رح يذكرونك أنت ليش واصلة لهذا المستوى فhaving the right people معاتش هو اللي رح يوصلت المستوى اللي تبينا ويتحقق بها أهدافت